موسيقى أصدقائي المشاهدين والمستمعين نحييكم عبر إذاعة صوت لبنان بالجمعة العظيمة جمعة ألام سيدنا يسوع المسيح اللبنانيون يعيشون الألام ألام بالجملة وألام بالمفرأ ألام العوز والفقر ألام منظومة حاكمة عم تحكم لبنان من سنوات وصلتن لهون ألام الفقر ألام اليوم خصوصا الموظفين اللي عم بيقوموا بإضرابات متعددة ليحصلوا على حقوقهم يعني حقوق الإنسان غايبة في لبنان وهذا ألم كبير كبير ألام المواطنين على أبواب المستشفيات ألام المرضى اليوم اللي مش عم بيقدروا يحصلوا على أدويتهم ألام مرضى السرطان اللي غايبة الأدوية عنهم ألام الفقر اللي مش عم بيخلوهم يتطببوا إذا بدنا نعد ألام اللبنانيين اليوم ما بتخلص فخلينا نحكي عن الألام بالمفرق هلأ عسى ولعل تكون الاستحقاقات المقبلة خير على لبنان واللبنانيين بدنا نحكي هلأ عن كاريتاس كيف عم بتخفف الألام وألام كاريتاس خصوصا لما ما منقدر نساند متل ما لازم أو منوصل لمرحلة ما نقدر نشفي غليل اللبنانيين الفقراء والمعوزين والمرضى كمان نحنا مننعدي بالألام أنا بدي رحب اليوم بديو في مسؤولي جيهز الألام برابطة كاريتاس لبنان ماجي مخلوف أهلا وسهلا فيك كمان المسؤول عن قسم التواصل والإعلام بكاريتاس مازل مصور أهلا وسهلا فيك اليوم دايش عم تقدر رابطة كاريتاس لبنان تخفف وتبلسم من جروح اللبنانية وتخفف من ألامهم ماجي سؤال ما بعرف يمكن حلو ينسألنا جمعة الألام يوم جمعة العظيمة لأنه قدمت الجراح كتير كبيري وكتير يعني مش بقى يعني جراحي السوع كانت الإيدين والإجرين والأكليل الشوك يمكن يمكن اللبنانية هيدا هي هيدا الحرقة عم بعشوها كاريتاس داي عم تقدر تبلسم قد منعطها لطاقة مادية وطاقة المعنوية والإيمانية أكيد عم تبلسم كتير على كل حال بتبقى يمكن فيه مكان مقصرة لأنه الكاريتارست بتشتغل على برامج بس يخلص البرنامج يعني هني مفتكرين اللبنانيين إنه قدم فيها بدة طاقة كاريتاس بس هو العطاء بنكون من خلال برامج منوعة بتوصل إلى شرائح كتير من الناس اليوم شو الوضع على أبواب كاريتاس أي مواطنين لبنانيين واقفين أي نوع هني مرضى الكتار هني المعوزين هني الفقراء مين واقف عبد كاريتاس اليوم أكيد من كل شرائح المجتمع يلي الشخص يلي هو كان يدعم كاريتاس نبلش من هيك صار بده مين يدعمه الأشخاص يلي كانت بالنسبة الفقر صارت معدومة إذا بدنا نقول الأشخاص يلي كانت الضمان الاجتماعي غطية وزارة الصحة صار كمان عدمت مقفية الطبب يعني فيه أشخاص عم تترك هالدنيا لأنه ما قادرت تطبب الاستشفى مثل ما قلت كمان الأدوية الأشخاص يلي عم يمكن ما تقدر تدفع فاتورة الكهرباء اشتراك المطور يمكن ما قادرت أوقات في منه ما فين يجيبوا ربطة خبز يعني كل شرائح المجتمع كلها بتقولي أنه نحنا عنا الاستشفى إيه بترجعي بتقول لا فيه ناس ما عم فيها تجيب أكل على بيتها فيه ناس ما عم فيها يمكن تأمن أجار بيتها يعني هاو دي كلهم فيه ناس يمكن ما فيه مين يدفع عنا كلهم 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 الأكتر شريحة هن المرضى المريد يقدروا يطببوا ويحصلوا على أدويتهم اليوم يعني كاريتاس قيمت بتقول لا ما فيه بقى ساعد بس ما يكون معهم نحنا هالإيد اليمين بتاخد بس يؤخذ على كاريتاس أنه على طول أنه ما ردت علينا يؤخذ عليه كاريتاس أنه فيه تمييز بين ناس وناس يؤخذ على كاريتاس أنه مش كل الناس متسوين كيف بتردي على هالكلام حتى حضرتك مستهدفة كمان ايه أكيد لأنه بيعتبروا أنه إذا أنا وصلت لماز المصور أو ماغي مخلوف نحنا وصلنا حقنا نحنا رح نوصلهم حقهم بس إذا ما فيه كيف بدك توصلهم حقهم يعني إذا بتقولي لهم ننطر هلأ هذا البرنامج توقف إذا نحكي برنامج الاستشفاء يلي هو كان كان مليون دولار إجا تبرع لهذا البروغرام مليون دولار مليون دولار تطبب 3500 حالي بلبنان تساعد 3500 حالي حتى بيقولونا الناس هلأ طيب المليون دولار عم تقولوا عنا حما شفنا منهم المية دولار ليش ما بيتطلعوا بالأشخاص اللي شافوا المية واثنان وثلاثة والخمسة وشكروا وعم بيطلعوا على الألام يحكوا كمان ليه ما بيتطلعوا بهو للناس اللي قالوا عن جد يمكن أنا أفكر إنه أنا يمكن ما قدرت تطببت بس جاري شفي هاي بتصير شوي أنا نية بحس تب هيدا مش وعي لازم يكون أو يمكن تفسير هالشي من خلال الإعلام من خلال بيانات كاريتات هيدا اللي عم نعملو نوال انتي بتعرفي يعني من خلال صوت لبنان مشكورين يعني صارنا تقريبا سنة أقل مرة بالشهر المطلع معكن وهي كل المحطات المحلية عم بيجاوبوا معنا يعني عم يكون عنا أطلالات أعلمية أسبوعية بأقل شي ثلاث محطات إزاعات وثلاث محطات تليفزيونية شو بدي يكون فيه أكتب إزا الناس ما بدا تسمع يعني إزا الناس هي بفكرة كاريتاس ما بتساعد طيب إزا كاريتاس ما بتساعد شو عم بيعمل ثمانمية وخمسين موظف الفين متطوع بكاريتاس شو عم بيعملو إنه نعم روح نحنا نقضي هيك وقت نقضي وقت نقض نقض نتمية للأربعة خمسة ستة سبعة تمية تسعة كرميل بس نقضي نحنا وقتنا ما زي مصور ما بيشوف عينته بأكتر الوقت نجرب قد ما فيها نخدم الناس بالماكسيموم اللي علينا إطلالات الإعلامية مهمة كتير ونحنا بحملة الصون كان عنا إطلالة إعلامية والخمسين قصة اللي عم نمرئن كل أسبوع هالناس اللي مرأت باختبار صعب وكانت كاريتاس حد طيب ما عم بيشوفون هولي بدي كمان مرتين يرحب بمزن مصور المسؤول عن قسم التواصل والإعلام أهلا وسهلا فيه أهلا فيك ونشكرك لاستضافتنا كمان يهلا اليوم يعني الحملات كاريتاس للتبرو هي بتنطلق من أول الصوم وبتخلص يمكن بعد صوم المسيحيين لا مش هلا هو كحملة سنوية حملة المشاركة ما بالحب السنية قد تستمر هي جميلا هي فترة الصوم كلها سوا إنما كمان المجال الواحد يقدر يشارك ويقدر يتبرع بيصير كل السنة عبر الويب سايت تبعنا عبر المواقع الإلكترونية كل وقت الإنسان بيقدر كل السنة بس الحملات بتدر مصاري هاك حملات انت توقف اليوم السنة غيرتوا بالحملة يعني صار فيه شي جديد بالحملة طب من خلال ها التغيير لمستوا تغيير كمان بالتبرع هو التجدد تصير كل شيء اليوم هو التجدد إنما الروحية هي ذاتها المضمون هو ذاته إنما عم نجدد ليه تحتها اليوم بيقولوا الشغل اللي موجودة هي ذاتها على طول بتصير بارت أوف ذا ديكور يعني بصير واحد يشوفها مع أنه قاعدة بوجه بس عواد يشوفها اليوم هي الحملة المشاركة هي الحملة السنوية ياللي ربطة كاريتاسو تطلق كل سنة إنما التجدد فيها بيلفط النظر أكتر وبيخلي الناس تتذكر أهو شفنا شي جديد فأزان بيعملوا الربط مباني جديد والأديم اللي هن بالنهاية كلهم فرد مشروع فرد فكرة بتودي لفرد مطرح اللي هي مشاركة الأشخاص يلي بلبنان بألام اللبنانية نحنا بدنا نشارك كيف شفت المشاركة السنة؟ لا هلأ اللي عم نسمعو مشاركة كتير منيحة كتير مش عم نسمعو انت سخي نحنا عم نشوف لا صراحة اللي عم نسمعو من الأقاليم من الشبيبة من المطارح يلي عم نكون موجودين فيها الشبيبة كانت جمعة الماضي بالمدارس اوكي جينا خبر انه الإقبال كان جيد جدا والمدارس على ساعد الأهل طبعا بس بالرغم من كل الشي بفلسل أرمالي ممكن عم بيكون في كرام نحن تجمع توقف حد الرابطة صراحة طب هالأموال اللي بد من خلال الحملات انتو بتكون توقفوا حد مين الأولوية الأولوية مش المرضى حلق المريض أكيد أولوية باللبنان لأنه الشخص عم بيموت من عملية ما عم بيقدر يعملها إنما بالرغم من كل شي بعده عم بيقدر يتشارك غدا أو عشاء أو لقمة الأكل هو وجاره هو خيه هو عائلته هو أصدقاء أكيد أنه أساس المردود تبع الحملة هي رح تروح للاستشفى والمرضى طبعا أنا بدي أرجع فكر بس أبعد اللي قالته ماقي هو أساسي اليوم الجهات المانحة هي أساسية اليوم الجهات المانحة العالمية بس عم تجي تطلب من كاريتاس لبنان إنه يكون موجود تحت تالي يتمم له غرضة على الأراضي اللبنانية ليش؟ لأنه كاريتاس لبنان عندها 37 إقليم موجودة على جميع الأراضي اللبنانية كل إقليم في جماعته والمواصفين والنسؤولين عنه وفي أكثر من 1700 كانت حوالي الألفين متطوع هيدولي أشياء أساسية نحن الجهات المانحة بتوثق بكاريتاس لأنه كاريتاس بتوصل بدون أي تمييز شو ما كان يكون الإنسان إنسان بالنسبة للربطة هلأ بدنا نشوف فيديو يريد تشرحيننا عنه ماقي مخلوف شو بدنا أي فيديو بنا نشوفه فينا نشوفه فينا نشوفه بالأول تفضلوا لو لا من هالعيادة النقالة اللي ما بتجي لعنا صراحة يمكن بنموت بنموت صدقني لأنه منا عم نقدر نشتري الأدوية منا عم نقدر ومكملين يا ماجي كاريتاس اشتغلت أكيد ضمن النشاطات اللي نعملت السنة هي خمسين قصة متل ما شفنا كل قصة هي بتحكي عن عن دعم كاريتاس بمكانا ماين هون شو في العيادة النقالية اي لأنه ناس ما معا يعني حتى تروحوا تجي صراحة على عند كاريتاس أو تروحوا تجي على المستشفيات أو على مراكز الرعالي عم بتروح هي عم بتروح لعنهم عم بتروح لعنهم والخدمات الطبية اللي بتتقدم مجانية مجانية وشو هي أبرز هالخدمات الطبية يعني أكيد معاينة الكشف المعاينة إنه بكون في طبيب ما عم بيعمل معاينة للمريض بتوجع لأنه في أدوية كلفة الطبيب بلا بتوجع مظبوط في أدوية مجانية إلا إنه كشف الطبيب الأدوية المجانية بتكون مجانية إذا في فحوصات كمان بتكون مجانية هي ضمن بروجيب انشغال بتكون كمان مجانية نحنا ما منتوجه على بلدة معينة وإنه آه نحنا ما فينا هيدا الحكيم لا كاريتاس لبنان عطول من خلال السوشيال ميدا نحنا منخبر الناس نحنا رح نكون موجودين بهذا المنطقة رح يكون في أطبة للكشف عن السكري أو أي نوع من المرض يعني نكون الأطبة الأخصائيين موجودين بهذا رح يكون فيه هيك هيك كل ما عم يكون واضح وأنا نوال بدي أرجع لموضوع شغلي مهم إنه إذا نحنا مع كل هالتوعية اللي عم تنشغال وع كل الأشياء الواضحة للناس عم نكون موجودين على الأرض مش عم نقعد بما كاتبنا موجودين على الأرض وبيقولوا الناس نحنا كاريتاس وينا كاريتاس مش عم تساعدنا كاريتاس هايدي الشغلية اللي كتير 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 بتحزنني يمكن هايدي مناسبة اليوم كمان أصبوع الألم ما بقى تزعلونا أكتر من هيك عن جد نحنا كتير يعني كاريتاس تتألم لأنه ليه لأنه بيأواتير ما فيك تلبي نحنا بيقولون هاي دا بيسببكم الألم لها كاريتاس أكيد بيسبب الألم لأنه أنا ويسبب ألم ناس من كاريتاس لأنه قال مش عم تقدر تساعد مضبوط خليني قللك كمان نوالي أنا بكون موجودة وقيت بالمكتب بيتصل حدا فيه أكتر شي زملاء حدا من قريبينهم هيكي إذا ما قدرنا من لهم بصير أنا بقول لهم في هايدي الجامعية في هايدي الجامعية لأنه بعرف أنه نحنا كاريتاس هاي دا البرنامج منه موجود مش موجود نقدر نساعد فيه مازل شو بتحب تقول بها الإطار نحنا أنا بس حابة بحكي عن من وين طلعت الحملة شعارة شو بيعني بس نقول خمسين ومكملين هي هايدي معناها مزدوج خمسين ومكملين بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والمجتمعات اللي موجودة بس الحاجة أكبر من الإمكانيات اليوم في إمكانيات يعني قدام الحاجة الكبيرة غياب دولة الرعاية يعني عم بتخلي رابطة كاريتاس ويعني باقي الجمعيات اللي هي عم بتساعد قدام حاجات كتير كبيرة مش عم تقدر تلبيها كلها وهي ومكملين بدعم الجهات المنحة والاختراب اللبناني نحنا ما فينا نكمل رابطة ما فيها تكمل وما فيها تقدي بس عم بيجينا قبل كنا نساعد افترضنا عم بزد الرقم كنا نساعد خمسمائة شخص افترضة اليوم عم نزاعد عم ساعد ألفين شخص إنما الناس نحنا اعتمادنا على الجهات المنحة اليوم إننا تعرف تقدر ليش اليوم رابطة كاريتاس لبنان الإنسان شو ما بيه أول شي صار يتوجه على الرابطة ليه وبدنا نقول للناس اليوم يعني بيحملة كاريتاس إنه معلاش فلسل أرملة بيعمل فرق عند المرضى عند المعوذين عند الفقراء بدنا نشوف بعد هلأ فيديو كمان ومنحكي عنه يلا منشوفه سوا كل العالم تضل تدعمه هولي أشخاص استفادوا الأشخاص اللي استفادوا عم بيقولوا هالكلام ليه ما استفادوا شو بدي يقولوا هلأ لأنه رح يجي يدورهم أكيد كلهم بيستفيدوا بأي برنامج طالما بس يصير فيه برنامج دعم نحنا أكيد نطلقه ودايما كل شي على الوسيقى التواصل الشميع بس نحنا يكون عندنا أي برنامج عم نطلقه والناس عم تجي وعن جد الإكيب اللي عم بيشتغل يعطيه ألف عافية لأنه الساعات وساعات بيضع التليفونات شكيف يخدم الناس عنا كول سنتر يعني كول سنتر هو بياخد اتصالات الناس بس نحنا منا طوارئ ما فيه نحنا ناخد اتصال الساعة 12 وحلي بالليل نحنا مؤسسة بنشتغل يعني أصلا إذا حدا بيدق الساعة 12 بالليل ما عنا مستشفى لحتى نستقبله نحنا عنا أكيد مراكز طبية المستوصفات اللي هي بتفتح من دوام الرسمية بتفتح من الساعة 8 للساعة 3 أو الساعة 4 يعني بس فيه دوام يعني ما ردت علينا معزل شو بدنا نقول أخيرا للناس نحنا بدنا نقول أول شي حابب اطلق فكرة لجرافيت نحنا هادي السنة بهادي الحملة بس بدقيقة شو يعني قررنا نستعين بفنانين ما مثل كل سنة ربط الكاريتات نستعين بفنانين هالسنة استعيننا بفنانين جرافيت بيرسموا جرافيت حلو أوكي وهالفنانين هن شاربل كيروز وعلي عبو مش نشو شاربل وعلي اجتمعوا عملوا لوحتين نشوفهم سوا هلأ منشوفهم ومنحكي كمان عنهم عملوا لوحة كاملة بيجستو فيها معنا ومكملين بيدعمكن نعم كيف كل واحد شايفها هايدي الجرافيت رح تنعرض بمزايد علني وكل مردودة رح يرجع لمشاريع ربط الكاريتات الإنسانية مية بالمية وبشكل خاص للاستشفاء والقطاع الصح حلو كتير وبيهالفيديو مننهي لقاءنا معكم اليوم خلينا نشوفه اشتركوا في القناة هوني نحن منشوف علي عبود وشاربيل كل واحد منهم يرسم على لوحة بيضة لحالهم مختلفين عن بعضهم علي جسد كلمة ومكملين بمدينة بيروت كيف بيشوفها مستقبليا ما فيه أبدا ولا فكرة لا تعتير ولا عوز ولا مشاكل كيف شايفين بيروت نحنا بالمستقبل للأمل وشاربيل رسم طائر فنيخ يلي هو كل مرة بيصير رماد السماء بتسحب وصوبه بترده كامل وجديد من أول وجديد وقت اللي جمعوا هالرسمتين مع بعض جسدوا كلمة ومكملين إنما بيء نظرة الأمل يلي بتزرعها رابطة كاريتاس واللي هي أساس أعملنا وشرنا على كل حال الأمل بتزرعوا كاريتاس الأمل للمرضى الأمر للمعوزين الأمل للفقراء لكل ناس بحاجة إنها تساعد رابطة كاريتاس ماجي من أن ننهي كيف شو تنهي بي اليوم الجمعة العظيمة يوم العظيم اليوم ما ننسى إنه يسوعا صلب لأنه حب وصل للصليب لأنه حبنا كتير خينا بس نعيش لحظة الحب مع يسوع وشوف كيف كل شي بيتغير ونقطة على السطر نقطة على السطر شكرا لقالك مسؤولة جهز الأعلام برابطة كاريتاس لبنان ماجي مخلوف شكرا لقالك ما زل مصور المسؤول عن قسم التواصل الإعلام بكاريتاس بدنا نسمع هلأ فيديو وبدنا نرحب بضيفنا رئيس المركز الكاتوليكي للإعلام لأب عبد وأبو كسم نحن بمركز إيواء تابع لرابطة كاريتاس لبنان بهيدا المركز منستقبل أشخاص بحاجة لأمان وحماية أطعوا بمراحل صعبة بحياتهم جيت في هذا المركز صاري تف سنوات رجيت أخلص نفسي من العذاباني اللي عشتوا مع زوجي واجحت من عنده ضرب وإهانات وقتل طفل في بطني عمره أربع شهور وحروق في إيدي كمان يضربني بالشارع قدام الناس مثلاً وهذه ردت أخلص نفسي بعد عادة الأشخاص اللي بيجوا لعنا بيكونوا ضايعين موترين خايفين بحاجة لاستقرار وأمان فنحنا بنشتغل معهم على كل الأصعاد الصحية نفسية والاجتماعية بالإضافة للخدمات الصحية الاجتماعية والنفسية الموجودة بهيدا المركز يوميات السيدات أولوية عنا كرمل هيك فيه نشاطات يومية بيشاركو فيها بتعودن على الالتزام بالوقت وبيكتسروا بيقدروا يستفيدوا مننا بس يظهروا ويواجهوا المجتمع أنا لتجأت إلى الصليب الأحمر اللبناني هو اللي عرفني هون جابني إلى كاريتاس وأنا اليوم بحالة جيدة ساعدوني الأخصائية الاجتماعية والمعالجة النفسية والممرضة وكل المسؤولين في كاريتاس ساعدوني ودعموني وخلوني نفسيتي ترتاح والخوف يروح من عندي وعطوني الأمل بالحياة ودرت حسي أن أتواصل يعني أحب أشتغل أحب أعمل أعمل مثلا أعمل إحنا في الصوف عدي هذا الصوف أشتغل به أعمل في الصوف أدخل نشاطات عدنا دورة مال إنجليش وعدنا دورات كتير حلوة ومميزة كمان أي عدنا مثلا المناكير عدنا الميكاب تعلمنا دورات كتير حلوة كمان ولأنه الإنسان على صورة الله ومثاله حدف كاريتاس كرامته لهالإنسان كرمل هيك خلقت مراكز إيواء بيلجأ لقلق كل شخص منبوز معنف وضعيف ليقدر بعدين يواجه مجتمعاً جديد رب العالمين اللي دلاني وداني على هذا المركز كاريتاس هو لو ما هذا المركز كاريتاس كان أنا حسة مرمية بالشارعة وميتة فإحنا رجعت حياتي إحنا أعطوني الأمل أعطوني الحياة خلوني أحب الحياة مرة تانية كاريتاس هي المحبة هي الأم أصدقائي المشاهدين والمستمعي بدي رحب بضيفي اليوم المدير المركز الكاتوليكي للإعلام رئيس المركز الكاتوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك اليوم جمعة للإعلام وإعلام اللبنانيين كتير يا أبونا فأي متى رح ننتهي من الألم نحنا اللبنانية برأيك نحنا صرنا عايشين سنة جمعة ألم مش هالجمعة بس كل الشعب اللبناني عم بعيش هال الألم بحياته عم بتبهدل عم بعيش الجوع عم بعيش قلة الدواء عم بعيش عدم الطبابة عم بعيش مزلول بلبنان نحنا سرنا بدأولها أنا ولبديوا يحزبا متن اللبديو يحزبا نحنا سرنا الناس إلي وعين الصوتا صارخا الكنيسة صوتا بيحدث فرق بس الكنيسة واجب علي أنه كمان هلأ توسع أكتر وأكتر هامش المساعدات والاهتمام بالناس سمعنا هلأ كاريتاس وهامش المساعدات بدنا أكتر بدنا أكتر ما بدك أموال تتعطي أكتر بدنا نبيع اللي عنا حتى نطعم الناس بتقول لحضرتك متى تنتهي ألام اللبنانيين عند لما بينتهي الفاسدين والمفسدين لما بينتهي زمن المحسوبيات لما بيغلبوا المسؤولين للمصلحة العامة على المصلحة الذاتية يعني كأنه هذا شي بعيد من شوفه نحن يعني كيف بدوا ينتهي الفاسدين والمفسدين كيف بدنا نتغلب على أنانيتنا لمصلحة وطننا هذا كيف بيصير لحد هلأ نحن ما عنا شي اسمه حس المواطني لا لأنه منشئين هك لأنه عنا كيف يعني إنك عم تنتقد المنهج التربة وعم تنتقد المدارس أو بمدارسكم الكاثوليكية بعلموا شي كمان لا نحن لازم نعلم مولدنا حس المواطني إنه يحب وطنه مثل ما بيحب الإنسان حاله مثل ما بيحب الله بدي يحب وطنه نعم إذا تربع هالحب هذا بيعرف يضحي كرميل وطنه وبيعرف يساعد كرميل وطنه نحن للأسف كل واحد بيقاتلوا حاله أنت يوصلوا على المسؤولية مش لحتى يخدموا لحتى يشوفوا شو فين يستفيدوا نعم كلمل هايك نحن دولتنا تب هدا كلام يعني صرنا سمعينه كتير بدنا حلول أبونا لكنيسة وين دورة لكنيسة عم بتقول لازم توسع مين بدو إلا للكنيسة لازم توسع هي بتقول لحاله نحن عم نشتغل يعني بيقلك شغلي أنا يمكن من أربع سنين لورة كنا نساعد عشرين بالمية أو ثلاثين بالمية من الناس هلا عنا مساعدات تمانين بالمية وما حدا عم يقصر بأنه يروح يستجلب مساعدات نحن بيقولولنا لطنه من مشاكلكم لازم الاستحقاقات الدستورية اليوم تكون صايرة هل من انتخاب لرأي جمهورية بهالوقت الحاضر وشو رح تصفر طبعا الخلوة لزعماء المسيحيين بالصلاة والتأمل ببكركة اللي دعالة إلى غطة البطريار أنا موضوع انتخاب رئيس الجمهورية هنا ما عنا معلومات نحن بهذا الموضوع في محاولات حتى ينكسر جمود الشلل الموجود اليوم إذا واحد بدي عمل قراءة للجو الإقليمي في حال حالي على مستوى الإقليم نعم ونتأمل انه لبنان يكون من ضمن هالدول يلي عم تتحلحل اليوم نحنا أنا بشبهها نحنا مثل بدوا يلعبوا رياضة عم يحموا حالهم وقفين برات البيست في عالبيست غيرنا إن شاء الله انه من بعد ما تترطب الأمور بين الدول اللي هي عندها مشاكل حامية بين بعضها بيجي دور لبنان بس لهالوقت هيدا نحنا لازم ندل محافظين على وحدتنا على محبتنا لبعضنا لبعض على تداملنا تب هيدا مش موجودة هالخلو اللي عم تحكي عنا اللي تسأليني عنا ولي صارت مفترض أنه على القديل يكون عندها مفعول وجداني إيجابي لأنه بيلتق الناس مع بعضهم مسؤولين على القديل الشق الإنساني بتحرك بين بعضهم نوع من الالف اللبنانية بتتحرك بين بعضهم نحنا مش طالبين منهم أنهم يتوحدوا بالسياسة نحنا طالبين منهم يتوحدوا لمصلحة هالبلد طيب مصلحة البلد اليوم بالوال شعبه عم ينزف هجرة بطالة صالب تشريد يعني الناس ما بقى عندها قدرات أنها تعيش بلبنان حالة لبنان عايش عدم الاستقرار لوين وصلين إذا بنا ماشيين هايك وصلين على نهاية مظلمة أكيد نحنا مثل مثل سفينة التايتانيك في ناس سفينة عم تغرق صارت لتة ربعة غرقين وبعد في ناس عم ترقص على سطح الباخرة نحنا هايك باللبنان وطننا عم يغرق وبعد في ناس بعدها عم مين يعني بتقصد بالناس كل المسؤولين يوم ما في واحد يقول أنا مني مني مسؤول عن خراب البلد كل مسؤول بهالبلد ما عم يشتغل لأنقاص لبنان هو عم يشتغل عن خراب لبنان نقطة على السطر والكنيسة الكنيسة مطلوب منها كتير كبير عم يعمل محاولات يعني يمكن يمكن صاروا عم يزعجوا منه الأحد أدماء عم يوعي هالمسؤولين بالحسنة بالمنيح بالعيطة هلأ بالصلاة يعني عم يستنفد كل شي شو بديوا يعمل أكتر من هايكي مش إنه قاعدوا لمبالي لا بالعكس حامل هالهم براسه بفكره بصلاته باستقبالاته عنده هالهم الكبير بس بدك حدا يسمع طيب إيمانيا كيف دوية عايش المواطن اللبناني اليوم مع الألام الكبير اللي عايشه لكن إحنا إيمانيا نحنا بدع اليوم أنا كل المسيحيين خاصة واللبنانيين لأنه كلنا بنتقلم نشرك ألامنا مع ألام يسوع وقت اللي كانوا عم يجلدوه ليسوع وعم بهنوه وعم يبزقوا بوجه وعم يتعنوه بالحربي كانوا مفكرين إنه بدو ينتهي إنه خلص خلصنا منه لكن عندما كل هالألام هو احتمل عنه ومات ونزل إلى أعماق الجحيم وبقوة الله قام وأقام معه كل الموتى هايك نحنا بدنا نقامن ما بدنا نتكل على العناية الزاتية ما بدنا نتكل على قدرتنا ما نتكل على قدرت الله ما في غير الله بيخلصنا اليوم مثل ما بتقولي بد يصير في تغيير بد يصير في تغيير مفصلي مفصلي ما فيكي اليوم ترجعي بالأشخاص ذاتهم ترجعي تعمري بلد هني اللي هدموه بدك تنقي شبيبتنا وين إني اليوم كل شبيبتنا بدول الخليج بأوروبا عم يعمروا هديك البلاد ونحنا بلدنا عم ينهار مطلوب أرار مطلوب إرادة إرادة صلبة وشبيبتنا برجعوا بعمروا هالبلد بسرعة لبناني ما بينخاف علي لبناني مثل طائر الفني كنو قلولنا من هاك ونحنا هاك من زمان نرجع من قوم من تحت المن ونعمر بلدنا بس بدنا إرادة وبدنا أرار وهذا الشي بدون يعرفوا كل المسؤولين أنه هن مسؤوليتهم هي سلطتهم من الله مش من حدا وبدون يتحاسبوا على هالشي هذا نحن المسؤول السياسي هو بدون يكون هي فن الممكن بس بدون يكون عم يؤدي خدمة من وراء هالسياسة هادي مش شيء بمكاسب لأله نحن نهبوا كل شيء بهالبلد وهلا عم يستعدوا لاستعداد للمعركة الكبرى أن ينهبوا أموالنا يلي كلنا تعبنا فيها حتى نخبي قرشنا الأبيض اليومنا الأسود جعلوا من حياتنا كلها سوداء ومش عارفين يعني إلا اتكالنا على الله بهذا المولوح على كل حال لبنين بيخبرونا أنه رح ينتهي من أليمه لأنه الكلمة مش بس لألنا الكلمة للمحيط حوالينا يعني مش بس نحنا حكمين حالنا يعني نحنا ما عنا الاستقلال الكافي والناجش مش قادرين نحنا ندير شؤولنا لأنه بالأساس نحنا مسلمين حالنا لغيرنا نعم بجعبلك حس المواطني اليوم المواطن يعني أنا بتطلع بغير محلات عم بيمرقوا بأزمات بحروب لكن بتحسي هالناس معلقة بوطنيتها بأرضها مش بيضبوا وبيمشوا مش بيبيعوا وبيشتروا نحنا بلدنا للأسف يعني نحنا بعد الاستقلال نشأنا على هال ما باش يسميها سقافة على هالطريقة هايدي وصار كل واحد بفتعة الدولة بدلا ما يعطي الدولة بيأخذ من الدولة لوصلنا لله اليوم بدنا نتعلم نعطي اتعلم بمدرسنا بدنا نعلم بالأساس بدنا نروح المواطني الصحاحب الكفاءة منجيبه مش صاحب الزعيمة ليش نحنا ما منعرف بس شو توقفينا نحنا ما منعرف توقفينا نحنا توقفينا بهالمسؤولين اللي بيناتنا وقت دي يوم بدون يغلبوا يعني هدا منجيب هدا لأنه هدا ابن الوزير لفلاني وهدا ابن الناب لفلاني وهدا ابن القاضي لفلاني وهدا ابن السفيد لفلاني كل واحد في عنا عملية توريث ذهنية هادي وارتنينا نحنا القاضي بدي يعمل ابنه قاضي والوزير بدي يعمل ابنه وزير والناب بدي يعمل ابنه الناب الرئيس جمهوري بدي يعمل ابنه إذا مش ابنه صهره إذا مش صهره ابن أخته ما فينا نشتغل هايكي ما فينا نمني بلد هايك خلصنا نحنا انتهينا يعني هادي صرخة مش صرختي أنا هادي صرخت كل الناس ما حال ممنوع أن نحن وياهون بدنا نلاقي نفتح مجال لطاقات الموجودة وجوه جديدة طاقات جديدة وقال له ما بيقوم البلد يتفضل يشوفوا بالبلاد اللي حدنا بالخليج بالإمارات بالكويت بقطر قاموا حديثا يعني جاء عشرين ثلاثين سنة لورا ما كانوا مت مهني هلا بس مين اللي عم بيشتغل عندهم عاك الحال أنا بدي أشكرك رئيس المركز الكاتوليكي للإعلام عملت صرخة اليوم عبر صوت لبنان بجمعة الألم عسى ولعل اللبنانيين تخلصوا من الألم إن شاء الله بالقريب العاجل هيك بيوعى فينا الحس الوطني اليوم لحتى نخلص بلدنا ونخلص حالنا من الألم الكبيرة اللي عايشينا أبا عبدو أبو كاسم شكرا لك أنا بدي أفمنا للجميع اليوم نهار مبارك نشرك ألمنا مع ألم يسوع نربح معه مجد الأيامي ونعيد كل اللبنانيين إن شاء الله لبنان بقوم قريبا يا رب إن شاء الله والله يسمع منك إلى لقاء زقائي المشاهدين والمستمعين بحلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة